هاي الفاشنستات انا جميلة من قناة جوجو فاشن فاسفة اسفة مرة ما تستطيع ان نزل لكم مقاطع فيلا هذا الفيديو الطلب كثير مني من سناب شات سناب شات سيضع لكم على الشاشة هنا و لا تزوى اول شي اختبارات مرة عارفين لنا صعبة لكن اليوم نحجب لكم نصائح لهاينا رحت ترجحكم و يعني هتجبوا نسبة عالية فيلا نجح تحطوا لي لايك واشتراك و يلا نبدأ اول نصيحة لاتخلوا المكتب حقكم اللي انتم قاعدين عليه بتختبروه وتختبروه تذاكروا فيه لاتخلوه بهذا قطريق كركب خلوه زي كده فزي كنا خلوه مرتب احساج ومتبتاحه فزي ما شفته في النصيحة اللي اول لازم تخلوه مرتب ونظيف عشان يعني ما لاتجين ترتاحه مرة كما هذا الشي يعني تبدأ نتذاكر براحتكم و اللي تكون اشياء بكركب وزي كنا نصيحة الثانية لما تذاكروا من الافضل اللي تخطوا معاكم اشياء وتحطوا يعني تشربوا معا شي خفيف هذه المرة احب اني لما تخلصوا كلمة كل كلمة تكافروا نفسكم بشي و يلا ينتقلوا هذه المصيحة الثالثة المصيحة الثالثة يروني نشوفها النصيحة الثالثة من الاقوال انكم تخلوه معاكم هاي لايته انتم تذاكروا لكل ما تخلصوا كلمة كل كلمات الباقية يعني وتحددوا بيها و يوم في قليل الصيحة الرابعة النصيحة الرابعة حاولوا ان المكان اختبار في اليوم الأحد يوم السبت حاولوا انكم يعني تذاكروا طيب و يوم الأحد يعني لما اجي مثلا انذن الفجر تصحوا الساعة أربعة طيب و يعني تذاكروا اللي منتوا يعني منتوا عارفينه او ماخ يعني ما حبطوا يعني من يوم للنساء فحاولوا انكم زين كده فيكون اسهل عليكم ما تجيبوا درجات يعني مو كوية سو زين كده فبنى الأطول انكم تاخدوا درجات حلوة النصيحة الخامسة حاولوا انكم دايما تنظم وقتكم عشان تختبروا وكمان لاته ممكن شوية يعني طول الوقت انكم ما انكم كيف اشرح لكم يعني انكم طول الوقت على كتابكم وما هذا لازم انكم تنظمو لكم الوقت زي تكتبوا الشيء اللي تتبوه مثلا أنا بكتب زي كده أنا نظم كده هذا الفريق وكتب لازم يوم الساعة سبع الليل اذاكر واخلص الساعة تذهب وهذا النصيحة الخامسة وانتقل لديه النصيحة السادسة النصيحة الأخيرة هي السادسة حاول انكم ادخلوا لجوالك تبقتكم انها تكون قريمة منكم هانا تخلوها بعيد عليكم او بفراف فانحطتها بفراف في مكتبي وهذه آخر نصيحة وبس زي ما نرفته النصيحة الأخيرة شاء الله تكون مرة عجبتكم واذا عجبتكم اعطوني لايك واشتراك وكومنت واذا تبعوني انا نزل لكم في انتتان يعني قولوا في غرفة الجديدة انا نحن في غرفة الجديدة قولوا لي في الكومنت عشان ازوي لكم وما لقى بالصاتي من الاول اني تعباني شوية او يلا احبكم مرة لت يعني لا تنسوا اللايك والاشتراك اشتراك